موسيقى السلام عليكم هنا فيديو جديد اليوم سأتكلم مع السفتير اللابوته قبل نزلتها بيتا البيتا الثالث الـ 12.2 لا نخش العلدات نروح للجنرال العام حاول السيري اللي عندي الـ 12.2 الـ 16 E5 19.1 دي ناخد السيكلينشوت لنرى التغيير اللي بيكون فيه التحديث مثل ما نرى هنا انا حملتها بقية ثابتة تقريبا كان حجمها 400 ميجا بايت للبيتا الثالث انا الان على البيتا الثاني فنحدث ونرى معاكم بعد التحديث ما الميزات اللي نزلت فيه هيا برجعنا معاكم بعد التحديث منذ ما نرى حين التحديث خلص بنزل هنا اوه اول ميزة رجع معانا تاريخنا تعرفون البيتا الثاني هنا تصار الباتري مكتوب ودعما يضعون التاريخ فتضح لنا خطأ في برمجي افضل عددتها ننخشف الستنج العددات عام عول نلاحظ التغيير حين اللي صار تقسيم تقسيم الغديم كانت الشاشة كاملة كانت اول ما في التقسيم هذا حين ابل قسمت الاسم والسوفتوير وكل شيء يصدون فوق الحالهم وهنا المساحة والموسيقى شوف كيف التقسيم صار هنا عندي شريحتين في الشريحة السعودية هنا موجودة فوق في الشريحة الامريكية تحت نجد المسعى ونشوف التغيير حقه تغير المسعى اول كان على طول يصبح طالع حين لا لازم ننمسعى ونطلعها هذا التغيير الملحوظ في السوفتوير الجديد الأشياء الثانية هناك تغيير في البرنامج برنامج البرنامج الذي يستخدمونه هناك تغيير خفيف هناك تغيير في الوالت لو نخش هناك تغيير خفيف الثيم والتوضيح الخفيف يغيرونها أشياء خبيهة لا تتلاحظ نشوف حماكم Geekbench طبعا قبل ما نقوم بعمل Geekbench بما اني لدي الجهازين هنا موجودين فأروح الهيستوري أخش على الCPU هذا السوفتوير الأصدر الأول سأصوره في الريزولت هذا البيتا الأول 12.2 صورته أيضا هذا 12.2 البيتا الثاني سأصور الشاشة بكذا سأرسل البيتا الأول للآيفون والبيتا الثاني في الآيبود وهنا سأرسل البيتا الثالث لكن قبل سأرسل لهم طيب خلصنا رسلنا البيتا الأول هنا البيتا الثاني هنا ونبدأ نسوي البيتا الثالث هنا ونشوف نبدأ وننتظر معاكم حين لين نخلص طيب خلص معنا عندما نلاحظ الفرق بين البيتا الثاني والثالث تقريبا اسبوعين عندما نشوف نسمع الفرق الثالث هنا بيتا الأول كان من الأخرى قبل 4753 والثالث في البيتا الثاني 4783 فارتفع في ال ٥ثالث ونقطع نزل أما هنا في البيتا الثالث الذي نازل الثالث 4754 نزل ونبدأ نفس الشاشة الأول فالمالتي كور ارتفع جميع النوات لو تشتغل كلهم صار افضل من البيتا الاول البيتا الثاني اما النوة الواحدة رجع شوي بس نيعتبر كويس فلكنت تستخدم الجهاز مثلا مشقل نابط البتري فبيشتغل معك الكور الواحد عشان يخفف على البتري ما يستهلك بتري كثير اما لو كنت تلعب العاب وكل شي وطفي هذي راح يشتغل معك النوات كلها فبتكون معك القوة هذي طبعا بما ان الان بيتا فما نحكم عليهم كلهم ديلي نحكم على اخر اصدار بعد ما ينزل وبس طريبا هذا الفيديو وهذا الميزات في الاصدار الجديد البيتا الثالث ننتظر هالأبو راح تنزل بيتا رابع او بتنزل رسمي حين للكل ما احد يدري فالذا حبيت الفيديو وحبيت ان اكمل معاكم الاصدارات الجديدة والاشياء اللي تكون في البيتا قبل ما تنزل العام متعرفونها قبل ما تنزل لكم انا كتبوا لي تحت التعليقات ونشوفوا المقطع وسووا ليك المقطع اذا شفت مشاهدة كلير راح شجعني ان اكمل برضو واسوي السلسلة دي والسلام عليكم